واتقى مركز صنعاء الإعلامي 5500 انتهاكا ارتكبتها الميليشيا الانقلابية خلال ثلاثة أعوام من ذكرى النكبة وسيطرتها على العاصمة صنعاء في الحادي والعشرين من سبتمبر 2014 وتنوعت تلك الانتهاكات على النحو التالي أكثر من 1400 حالة قتل وإصابة بينهم 398 حالة قتل برصاص الحوثيين أثناء فترة سيطرتهم على العاصمة صنعاء ومن بين الذين قتلوا برصاص ميليشيا الحوثي فترة سيطرتها على العاصمة صنعاء 36 طفلا وثمان نساء وأربعون من المسنين فيما أصيب 2022 شخصا بينهم 84 طفلا و73 مسنا وثلاث نساء 180 حالة اعتداء جسدي على المدنيين بينهم 7 أطفال و7 من المسنين و63 من النساء اختطافوا 2610 مواطنا بينهم 482 سياسيا و53 إعلاميا و80 تربويا و30 عسكريا و6 نساء وأكثر من 1300 من النشطاء وزعوا في أكثر من 107 معتقل منها 25 سجنا سريا الإخفاء قسرا لأكثر من 419 مواطنا منهم 103 مخفيون من السياسيين وأحد عشر من العسكريين وأكثر من 200 ناشط بالإضافة لطفل واحد وأربعة من كبار السن 8 حالات وفاة مختطفين تحت التعذيب بينهم سياسيا و5 نشطاء فضلا عن حالة التعذيب التي تطال كل المختطفين والمخفيين أثناء التحقيق معهم في المعتقلات 560 انتهاكا ضد الممتلكات العامة بينها 109 منشأة تعليمية و108 دور عبادة و72 جمعية ومنظمة خيرية وإنسانية و54 مقرا حزبيا و52 وسيلة إعلامية و50 منشأة حكومية و26 مرفقا صحيا و25 مقرا أمنيا وعسكريا و18 سكنا طلابيا اقتحام 194 منزلا نهب 151 منزلا احتلال أكثر من 70 منزلا التدمير الجزئي والكل لمائة وثمانية عشر منزلا حالة واحدة تفجير منزل اقتحام ونهب 24 محلا تجاريا وأكد التقدير أن من تعرض للقتل والإصابة والاعتداء الجسدي في أمنة العاصمة الصنعاء على بدا ثلاثة أعوامل من انقلاب ميليشيا الحوثي والمخلوع بسبب تعبيرهم عن آرائهم ورفضهم نهج الحوثيين وتنديدهم بفساد الميليشيا اشتركوا في القناة